وزير الخارجية السعودي نقل للرئيس الأسد تحيات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمنياتهما للشعب السوري بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم الرئيس الأسد بدوره حمل الأمير فيصل بن فرحان تحياته للعاهل السعودي ولولي عهده وللشعب السعودي مؤكداً أن الأخوة التي تجمع العرب تبقى هي الأعمق والأكثر تعبيراً عن الروابط بين الدول العربية وأن العلاقات السليمة بين سوريا والسعودية هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون وأن هذه العلاقات لا تشكل مصلحة للبلدين فقط وإنما تعكس مصلحة عربية وأقليمية أيضاً حيث تنطلق من عمق تاريخي يعود إلى عقود طويلة بين البلدين مشيراً إلى أن السياسات المنفتحة والواقعية التي تنتهجها السعودية تصب لصالح الدول العربية والمنطقة نوه الرئيس الأسد إلى أن الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري لتجاوز كافة تداعيات الحرب على سوريا واستقرار الأوضاع وتحرير كامل الأراضي السورية واعتبر أن التغيرات التي يشهدها العالم تجعل من التعاون العربي أكثر ضرورة في هذه المرحلة لاستثمار هذه التغيرات لمصلحة الشعب العربي في أقطاره المختلفة الوزير فيصل بن فرحان أعرب عن ثقة بلاده بقدرة سوريا وشعبها على تجاوز آثار الحرب وتحقيق التنمية المستدامة وأكد على وقوف المملكة إلى جانب سوريا ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وتهيئة البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين ولفت بن فرحان إلى أن المرحلة القادمة تقتضي أن تعود العلاقة بين سوريا وشقيقاتها من الدول العربية إلى حالتها السليمة وأن يعود دور سوريا عربياً وإقليمياً أفضل مما كان عليه من قبل موسيقى